موسيقى 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 السلام عليكم موسيقى هل ما حاجة عند الشعب مصري دلوقتي هو الجنيه؟ إيه اللي هيحصل في الجنيه؟ هل هينخافض؟ ولا مش هينخافض؟ بالفايدة في البنوك هترتفع؟ ولا مش هترتفع؟ لأن خلي بالك دلوقتي طرق عامر محافظة بنك المركزي استقاله وجي مكانه محافظة بنك المركزي جديد فأكيد محافظة بنك المركزي جديد انت شفت أول ما جاء عمله ما رفعش سعر الفايدة الراجل خلاص وقف سعر الفايدة وده إشارة على كوت الاقتصاد المصري وإن حسن عبدالله محافظة بنك المركزي الجديد الراجل ده جاي بفكر مختلف وحيخفض أسعار الفايدة وحيخفض سعر الدولار كمان أو ده اللي بيقوله أستاذ يوسف الحسيني إذا أنا كنت اتكلمت عن موضوع ده قبل كده الحقيقة أنا النهار ده معايا كلام جديد لازم تفهمه عن الاقتصاد المصري والكلام ده حصل الكام يوم اللي فاته وممكن يكون عد علينا كلنا بس هو كلام خطيل حقيقة قبل ما خشت في التفاصيل خلينا يقولك إن احنا معنا راعي قوي جدا راعي من الرعاة اللي أنا بحبهه بشكل شخصي اللي هو كونسل ماد ده موقع تبي عالمي عالمي بيحللك مشاكل كتير قوي بحيث لو في حد مش لاقي طبيب موجود في مصر مثلا أو طبيب موجود في بلده وممكن يخش على الموقع ده يلاقي أطباء من مختلف دول عالم وأطباء ايه على درجة كبيرة جدا الحقيقة إنت مش محتاج تروحي البلد اللي فيها الطبيب الطبيب بيكون معاك أونلاين بيعالجك عن طريقه فيديو وبيديك الاستشارة الطبية بتاعتك وبيكتب لك على الأدوية كل حاجة عن طريق الفيديو كأنك قاعد تتكلم مع الطبيب مباشرة مش مستني تحجز دور مثلا عشان تهش الدكتور ده مش مستني تقطع تسكباب تيران عشان تسافر له أبدا الطبيب قدامك فيديو كونفرنس بيديك العلاج بتاعك وبيعالجك استراع طبي قوي جدا موقع اسمه على فكرة الموقع ده قوي تفتكر أنه هو موقع صغير مثلا أو لسه بيبتدي أبدا ده موقع كبير جدا ومشهور على فكرة ولو نجحات بره كتيرة جدا لو حابب تبص عليها سيب لك اللينك بتاع أسفل الفيديو لو حابب تخش وتشوف الأطباء اللي هو وتشوف الخدمات اللي بيقدمها موقع كانسل مال نبتدي من إين؟ نبتدي من استقالة أستاذ طريق عامل الحقيقة أول ما استقال محافظة بنك المركزي المصري من إدارة البنك المركزي البورصة في مصر ارتفعت بجرحة إيه؟ بورصة في مصر طلعت جامد جدا طب ليه؟ قالك لأن مستثمرين تفاقلوا إن استقالة طريق عامل دي هتؤدي إن مصر تحصل على الكارد من صندوق النقد ففيه نوع من أنواع الاستبشار خلي بيعلك الكارد بتاع صندوق النقد ده أنا جيت قلت لك هنا الحلقة اللي فاتت إن مصر تنازلت وباش تتكلم مع صندوق النقد ده في عشرة مليار أو ستسعة مليار طب يتكلموا فقط في ثلاثة مليار دولار دي الفلوس اللي هم عاوزينها منه وعاوزين شهادة من صندوق النقد إن الاقتصاد مصري كويس فالمستثمرين تفاقلوا إن طريق عامل أدام مشي يبقى إيه؟ حيجرنا الكارد بتاع صندوق النقد ده حاجة تاني حاجة أول ما مسك أستاذ حسن عبدالله إن هو هيبقى محافظ للبنك المركزي خد لقب غريب جداً قالك القائم برئاسة البنك المركزي أو القائم بمحافظ البنك المركزي الجديد طب ليه القائم؟ قالك لأن ده تعيين رئيس الجمهورية ولازم مجلس الشعبي يوافق عليه إنما مش هو مش مديله مثلاً منصب أي كلام أو حاجة زي كده لا 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 هو بس كلمة قائم دي لحد مجلس الشعبي يصدق على تعيين الراجل إنما هو أصل محافظة بنك المركزي ويتعامل معانه هو محافظة بنك المركزي خلاص أحياء أستاذ حسن عبدالله أول ما مسك إن هو يبقى محافظة بنك المركزي الناس غير تطلع صور جريبة يقولك أصل هو متصور مع مين؟ أصل هو كان فين؟ أصل الرجل ده تاريخه كان كويس تاريخه كان وحش قاعدوا يدوروا وراء الراجل بشكل كبير فتفهم من موضوع ده إيه؟ إن الناس عملت دوره وراء حسن عبدالله تفهم الناس مهتمية جداً بالاقتصاد دوره وحسين إن مصر يتواجه أزمة فأي حد بيجي يمسك محافظة بنك المركزي الناس بتعطي دوره وراءه بس مش بالشكل ده الشعب مهتم جداً بمحافظة بنك المركزي وعشان الاهتمام ده لازم تعرف إن الراجل ده ما ينفعش يبقى وحش يعني بس تبقى فهم زي ما حضرتك مهتم جداً بالاقتصاد وزي ما إنت مهتم إن أنت تدوره وراء راجل بل اسمه حسن عبدالله على فكرة أنا بقولش إن هم لقوا فضائح وراءه أنا بقولش كده خالص بس أنا أتكلم إن هو فيه تلاكيك يقولك أصصار مع فلان لا أصل الراجل ده كان في البنك العربي الأفريكي ما كانوش مبسطين منه قوي لا أصل هو مشي من البنك العربي الأفريكي أصل الكلام ده كله بس خلي بالك زي ما إنت مهتم كده زي ما إنت رئيس كومهورية بلدك أو الحكومة أو مصر لا يمكن تجيب حد دلوقتي وتراهن عليه ويبقى وحش ما ينفعش إنت دلوقتي بتلعب اللعبة أو إنت في مرحلة ما فيهاش حاجة غلط ما ينفعش بفيه على غلط إنت لازم تبشي كده إنت في أزمة الأزمة دي لازم تبقى اختياراتك صائبة بشكل كبير أول ما فيهاش فيها خطأ معدل الخطأ ده مش موجود فمهما دورته على الراجل مهما طلعت له صور الراجل ده هو أصلح واحد أنت بتراهن عليه مصر كلها بتراهن عليه شوفت ديه؟ حسن عبدالله مصر كلها حكومة أو شعبا ما هو الشعب ماشي وراء الحكومة في الحكومة بتقولك هو ده خلاص يبقى هو ده يبقى هو ده هم دوروا ما تتوقعش هو ما دوروش لا هو جاي يقولك والله يا أنا حراهن عالم فلازم تتفق في الراجل ده فدخل حسن عبدالله وأول ما دخل بقى محافظ بنك مركزي خد كم قرار كده سريع أول قرار إن هو جيه في أول اجتماع لي مرفعش الفايدة زي ما هو كان مطاق فالناس قلت لك الله إذا كده محافظ بنك المركزي مش هرفع الفايدة خالص بص بلومبرج بتأكد لك على معلومة مهمة جدا بتقولك على فكرة محافظ بنك المركزي وعلى فكرة المقالة دي تم دعمها من رويترز من ساعات من ساعات رويترز منزلة مقال بتقولك إيه؟ تقولك هل لي بيعلك محافظ بنك المركزي الجديد ده ما عندوش أدوات كتير حرب روسيا أوكرانيا قصت الأدوات بتاعت أي محافظ بنك المركزي حيجي يمسك المنصد ده في مصر حاليا فراجل ما قداموش جير حاجتين ولازم تبقى واثق فيهم جدا حينزل سعر الجنيه وحيرفع سعر الفايدة والله لما تقعد تتكلم فيه والله لما يوسف الحسن يطلع في التلفزيون ويقولك ده الدولار حيبقى بجنيه ولا مين يطلع يقولك الدولار حيعمل إيه؟ بلومبرج ورويترز بيقولك مفيش أي حل تاني الراجل حيقعد يلف ويدور بس ما قداموش خيرات هيرفع الفايدة وحينزل الجنيه الأكتر عشان بس تبقى فاهم المقارة اللي نزلت من رويترز دي خطيرة جداً نزلت من ساعات محافظ البنك المركزي أو حسن عبدالله لما جيه عين هشام عز العرب مين هشام عز العرب؟ هشام عز العرب ده كان رئيس الصيابي أو بنك التجاري الدولي وكانت الناس كلها بتشكر فيه جداً وبيقول راجل محترم والكلام ده كله إلا إن طارق عامر شايف إن هو لا يصلح وشايف إن هو عنده أخطاء كتير وتاني أنا بس قالتش طارق عامر وقال بسيء له هشام عز العرب أنا ما عرفش إلي حصل بالظبط ومحدش في مصر يعرف بس في الآخر اختلفوا ما أدى إن طارق عامر يقيل هشام عز العرب حتى لو طلع إن هو استقال بس هو أقاله ببعض فكانت مفاجأة كبيرة جداً إن أول ما هشام عز العرب ميشي من ساعي بيه الناس في ساعي بيه زيعلوا جداً مصر ليه؟ خد بالك بس بالحطة ديه شام عز العرب رجع تاني بعد ما طارق عامر ميشي ده كريدت أو ده فضل يرجع لشام عز العرب تاني وطبعاً حيتم تلميع صورته تاني وهيتم التركيز على المحاسن بتاعته هل ده حاجة وحشة؟ أبداً تاني إحنا ما قدناش غير للعيمة دول التوليفة دي حسن عبدالله وشام عز العرب دول الأفضل حالياً ولازم تطفق في كده ما قدناش حل هم دول بنروها إن عليهم تلعي ترويترز تقول لك إيه بقى؟ تقول لك على فكرة خب لك من حاجة غريبة جداً انت عارف إن حسن عبدالله ده كان موجود أيام مبارك حسن عبدالله محافظة البنك المركزي لقيت لك كان موجود أيام مبارك ده لما كان في البنك العربي الأفريكي كان داخل مجلس إدارة البنك المركزي من 2002 إلى 2008 ماشي؟ والراجل ده لما كان موجود في البنك المركزي هي بتحاول تشرح لك خطته أو تصرفاته كان بيعمل حاجات غريبة جداً كان بيشرف على إن هو يعمل إزدهار في سوق العملات مش الخارجية، مش السوق السوداء لأ البنوك يبقى فيها عملات كتير ده حاجة تاني حاجة كان بيخفض ضرائب على الدخل خفضها 20% هو مكانش محافظ بس هو كان له قراء الظهر كده محافظة البنك المركزي استمع عليها وبنك المركزي مشي وراء نصايح حسن عبدالله فقاموا مخفضين ضرائبت الدخل مش بس كده خفض الجمالك 20% خليك شكله كده حيامل نفس الحاجة شكله هيخفض الضرائب بيقوله بس خلي بالك من نقطة مهمة جداً إن مصر حالياً في أزمتها محتاجة حاجتين ما لهمش تقل محتاجة كارد بتاع البنك الدولي ومحتاجة تصدر بشكل كبير سواء إجاز على فكرة أولان برايس النهاردة منزل المقالة بتقولك إيه؟ تقولك على فكرة لو مصر عرف تبيع إجاز بتاعها كله هتنتعش التضخم في مصر حيقل لو عرف تبيع جاز بتاع كله ليه؟ نخلي بقى لك أنت عندك 60% من الجاز بتاعك اللي أنت بتطلعه بيروح للسوق المحلي استهلاك محلي يقولك بقى لو مصر عرف تبيع كل حصتها من الجاز بتسايف فل خاصة الأسعار الغاز في أوروبا مولعة وأنا جيتكلم تحت ريتك على إن في خط التكشف وهم عاوزين ياخدوا الجاز اللي في محطات الكهرباء ويحطوا بدلها مزوت وياخدوا الغاز ده يصدروا على أوروبا بس ما زلنا إحنا بنتكلم إن ده هاخدوا بس ده مش بوكرة بس أنا بقولك فويلان برايس لسه منزل المقارة دي من ساعات وبيتوقع إن مصر لو عرف تبيع الجاز بتاعها هتزدهر تاني حاجة والحاجة اللي رويترز مركز عليها جامد جدا هو إن محافظ البنك المركزي لما ينزل العملة هم بيتكلموا كده كده نازلة يعني بس عشان ما تقعدش تفكر كتير هي طالعة ولا نازلة هو بيقولك هي نازلة بس بيقولك كالي بيالك إن حسن عبدالله ده لما ييجي هيخفض العملة بسرعة يعني كنت تكلمت حضرتك على إن هم برا بيتكلموا على إن الدولار الراحب يساوي 22 جنيه ده برا ده كنتو المشية وعلى فاكرة رويترز بتقولك إن الناس في السودة بيبيع الدولار بعشرين جنيه ده رويترز اللي بتقوله في رويترز اللي بتقولك حاجة جريبة جدا حسن عبدالله لما ينزل الجنيه حينزله بسرعة في وقت أقصر بكتير مكان طريق عامر كان ممكن لو هو بيشرف على عملية تعويم العملة دي تاخد وقت أكبر حسن عبدالله حينزله بسرعة ولو خدت بالك من السوق هتلاقي إن العملة بتنخفض بسرعة فعلا كل يوم عملت نزل روش مش قرش روش فده القرار اللي هياخده حسن عبدالله مين اللي قال الحتة دي يعني مين اللي قال إن حسن عبدالله حينزل العملة بسرعة مفاجأة حشام عز العرب اللي لسه متعين في البنكة مركزي مع حسن عبدالله هو اللي قال لي رويترز كده اللي هننزل العملة بسرعة خد بالك لو إحنا كنا بنتكلم على نهاية عشرين تلاتة وعشرين إن العملة تصبح بـ 22 جنيه للدولار طاقة إن الموضوع ده حيبقى أسرع بكتير جدا نتيجة لتصريحات هشام عز العرب اللي لسه نزله من ساعات يقولك إحنا هننزل كمتل عملة فيه كام خبر عاوز أقول له حضرتك عليهم كده عشان تبقى عارفهم أول خبر إن الدين الخارجي في مصر وصل ل 158 مليار دولار خلي بالك هو كان عند نهاية عشرين وواحد وعشرين كان وصل 145 مليار دولار إحنا النهاردة بنتكلم إن هو وصل 158 مليار دولار وده الرقم الخطر ده الرقم الخطر خطر ليه؟ لأن ده دين خارجي حتى لو إنت هتسده على مدى بعيد بس ده دين خارجي ده مش دين داخلي تاني حاجة الديون الخارجية والمحلية سجلت 409 ونص مليار دولار ده داخلي وخارجي يعني كل الديون لو�� على مصر تقدر بـ 499 ونص مليار دولار ده أعلى دين خارجي لأي دولة العربية يعني مصر بتتصدر الديون الخارجية في الدولة العربية كلها النقطة اللي بعد كده إن انت عندك مصر أكتر دولة في العالم أو من أكتر دول العالم تأثراً بزيادة أسعار الفائدة في أمريكا زيادة أسعار فايدة في أمريكا دي؟ يعني ده بقي حتة الاقتصاد المصر كل ما اللي اقتصاد الأمريكي يعلي أسعار الفايدة عنده أو الفيدرالي الأمريكي مصر بتأذي بشكل كبير المستثمرين بيسحوا فلوسهم على طول يودهها أمريكا مشكلة هنا في حاجة مشكلة إن الفيدرالي الأمريكي حيعلي الفايدة تاني نص في المية حيعليها تاني وده الكلام اللي داير في أمريكا فأنت حتتأثر برضه ليه أنا بقولك الأخبار دي هل مثلا عاوز أنكد عليك؟ لا أنا مش عاوز أنكد عليك أنا عاوز أطلعك على الأزمة تاني ما تخافش إحنا مش في حالة انهيار أو في حالة ضعف محنش بالكلم على كده خالص إحنا في مرحلة أزمة وحنعدي منها إن شاء الله وخلي بالك من جمية الإستثمارات الخليجية اللي جاية بشكل كبير جدا 20 مليار من قطر 35 مليار من الإمارات السعودية دخلة معك بعشرة مليار أرقام ضخمة جدا بس مشكلة الإستثمارات دي وقت بمناسبة بمناسبة بنك الدولي عاوز شرط جديد بقى إيه هو بيع الأصول المصرية أو الشركات الحكومية تتعرض في البورصة بشكل أسرع خلي مستثمرين يشتروا الحسس الحكومية في الشركات وطلع الحكومة بره الاقتصاد بس بشكل أسرع خلي بيعلك إن دلوقتي مصر قالت إنها قريبة جدا من الحصول على الكارد بتاع سندوق النقد جميل ما فيهوش مشكلة بس الكارد ده شروطه صعبة بيتوقعوا إن وقت التوقيع أو اليوم خلاص الاتنين حيتفقوا إن تبقى الشروط أخفص إنا يعني خلاص يرجع البنك الدولي يقولك يعني ماشي بس تاني أنا بس أعوز أكدلك على كام نقطة مهمة جدا ودول أنا بس بقولك ده الموجود في الإعلام الخارجي العملة هتنزل بشكل سريع والفايدة هترتفع الاجتماع التاني بتاع البنك المركزي هيكون يوم 22 سبتمبر يوم 22 سبتمبر القادم فلو معلاش الفايدة في الاجتماع ده توقع أنه هيعلي الفايدة في الاجتماع الجاي يا رب كنش أحترك المضاعر بشكل مبسط إن شاء الله هنعدي من الأزمة دي إن شاء الله ربنا حينصرنا وخلي بيالك محدش في مصلحته إن مصر تقع حتى ألد أعدائك مش عادك تقع مش عادش في مصلحته خالص فما تتوقعش إن في مؤمرة اقتصادية عليك أو اللي حد عاود تساعدك مش هيساعدك خالص كل ناس وقفة جنبك فعشان كده أنا بقول لك إحنا هنعدي بالأزمة إن شاء الله ورب نصر مصر يا رب ورب نصر العرب وطحيا مصر سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهلك من الضلي ومن الخيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا